السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقناوات الماقلة له بإذن الله اللي يتبعني يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه ترد الجديد وحصر ظهر على النايل سات اللي باقة جميلة ومتنوع وروع جدا اسمها باقة خناوات هلا أفلام ومسرحات وسينما ودراما وحكايات وباقة من أروع القناوات اللي ظهرت على النايل سات وإضافة جميلة مميزة جدا لخناوات النايل سات لو القيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح عليها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها ترية إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من 10% من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموط على زرار المينيو ونقف على قيمة وفاية كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط عليها بزرار أوكي هيزهر لقيمة تانية وفاية قيمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموط على زرار المينيو ووقف على كلمة انسليشن وضغط أوكي هيزهر معا قيمة تانية وفاية كلمة ترانزبوردالليست بنزل عليها وضغط أوكي ومجرد ما بضغط على قيمة الترددات بزرال اوكي هلالحظ انه ظهر معايا قيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت عزرال الاحمر وكتب التردد بتاعه وبعدين هضغط اوكي واتأكد ان الاشريع موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت عزرال الازرق وضغط اوكي عشان يظهل لي قيمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى القيمة ومجرد ما بضغط على القيمة دي بزرار اوكا الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لرسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القنوات اللي معنا في حلقة النهاردة باقد قنوات هلا ظهرت على المال ساد بتاريخ شهر 11 او بتاريخ شهر نوفمبل عام 22 باقد قنوات هلا ظهرت على تردد حداشرة ستة تمانية سفر معدل الترمية سبعة وعشرين خمسمية والخطبية او رأسي التردد اشارته علي وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من ستين او سبعين سنطي وبيعمل على كل الرسيفرات وكل شاشات العرض اللي بتحتاجه على الرسيفر داخلي باقد قنوات هلا افلام وسينما ومسرحات وحكايات ودراما وباقد قنوات هلا اليوم من اروع القنوات اللي ظهرت على النهل ساتو بنصع الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حاب بتتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهار ده خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته